اشتركوا في القناة من خلال حديث مع عدد من المسؤولين في جهات حكومية تتولى إدارة هذا الملف كل حسب تخصصه لدينا في هذه الجلسة عدد من المتحدثين أولا السيد ممثل هيئة الرقابة الإدارية ثم لدينا النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان لدينا أيضا المستشار أحمد عثمان رئيس النيابة بمكتب النائب العام لدينا الدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة وشؤون المصير بالخارج للتطوير المؤسسي وشؤون مكتب الوزير ولدينا أيضا الدكتور أحمد سعدة معاون وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشؤون الصحية والدكتور ناصر مسلم مدير عام التنمية بالمجلس القاوم للطفولة والأمومة والمتخصص في قضية الأطفال غير المصحوبين في مكافحة الهجرة غير الشرعية نستمع في البداية إلى كلمة السيد اللواء الممثل هيئة الرقابة الإدارية فاليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أحب أن أعرفكم بنفسي أنا العميد مصطفى الدويني من هيئة الرقابة الإدارية وأنا بشرف أن أشارك في المؤتمر هذا عن طريق عرض مختصر لدور هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية هيحتوي العرض إن شاء الله عن نبزة مختصر عن جريمتين الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وجهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وأهم تعديلات قانون الهيئة رقم 54 لسنة 64 الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية وعرض الأحد القضايا الهيئة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية إن جريمتين الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر من أهم وأخطر التحديات التي تواجه جميع بلدان العالم سواء كانت متقدمة أو نامية لذلك فقد أولى القيادة السياسية المصرية اهتماما بالغا في مواجهة ومكافحة تلك الجرائم من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تساعد جهات إنفاذ القانون المصرية في مجال مكافحة تلك الجرائم فضلا عن اتخاذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة وأنا حابب أن نوه في النقطة دي إلى أن عند اتخاذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحد من تلك الظاهرة ابتدت التشكلات الإجرامية اللي بتنفذ الهجرة غير الشرعية إن هي تطور من نفسها عن طريق إن هي تستحدث ابتكارات أو أساليب جديدة لتنفيذ الهجرة بطرق أخرى سواء كانت جوية أو ما شابه ذلك ولذلك واستمرارا لجهود الدولة المصرية فقد كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2000 والتي شملت عدة بروتوكولات أهمها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو واستمرت الدولة المصرية في بزل العديد من المجهود للحد من تلك الظاهرة عن طريق إنشاء العديد من اللجان وإصدار العديد من القوانين كان من أهم اللجان التي تم إصدارها خلال عام 2007 إنشأت اللجنة التنسيقية لمنع لمكافحة ومنع الإتجار في الأفراد وخلال عام 2014 إنشأت اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وخلال شهر يناير 2017 إنشأت اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وكان من أهم القوانين التي تم إصدارها القانون رقم 5 لسنة 2010 والخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017 القانون رقم 64 لسنة 2010 والخاص بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر القانون رقم 82 لسنة 2016 والخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتماشيا مع جهود الدولة فقد كان لهيئة رقابة الإدارية جهود في مكافحة تلك الجريمة حيث تم خلال عام 2017 تعديل قانون الهيئة وكان من أهم تعديلاته أن هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة عامة مستقلة إداريا وفنيا وماليا تتبع السيدة رئيس الجمهورية كما أضاف القانون اختصاصات جديدة للهيئة أهمها مكافحة الاتجار في البشر ومكافحة جرائم زرع الأعضاء البشرية وده أتح لنا أن ننفذ العديد من القضايا المتمثلة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتضمن تعديلات القانون جرائم استغلال الصفة لأحد الموظفين العمومين المدنيين أو شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أي ربحة أو منفعة الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وعقب تعديل قانون الهيئة ده أتحلينا أن احنا نشتغل على عديد من التشكيلات اللي نفذنا بها العديد من القضايا وظهر لنا أن من خلال تنفيذ القضايا أن الهجرة غير الشرعية بتنقسم لشقيين يأم هجرة عن طريق البحر ويتم فيها استغلال الأفراد بيتعادة لما بيتمش فيها استغلال الأفراد أو لما بيتم فيها استغلال الأفراد بتبقى مقترنة بمكافحة الاتجار بالبشر وزي ما أنا تتركت لقلت بلغت لحضراتكو في أول البريزنتيشن أن التشكيلات ابتدت أن هي تستحدث أساليب أخرى أن هي تنفذ مخططات الهجرة غير الشرعية الأساليب دي كانت أن هي بتبتدي النهاردة يعني تنتقل من الهجرة البحرية الهجرة الجوية عن طريق تزوير المستندات الرسمية لاستغلالها بعملات الهجرة غير الشرعية وده اللي احنا هنشوفه في عرض لأحد الأضايا المنفذة بمعرفة الهيئة هي القضية رقم 23 لسنة 2019 أنا هدي حضراتكو عنها نبزة مختصرة القضية دي عبارة عن تشكيلين التشكيلين دول التشكيل الأول أنه كان بيزور مستندات بيسعى لتزوير مستندات لحصول الناس المهربين دي على تأشيرات سياحة أو تأشيرات عمل أو تأشيرات وما شبه ذلك بطريقة صحيحة والتشكيل التاني أنه هو برضو بيزور مستندات تنسب نسب أحد الأطفال الكسر لأب وأم على خلاف الحقيقة تمهيدا لتهربهم بالخارج أنا في فيديو بسيط هنشوفه مع بعض اللي بقى السود بس بعد إذن حد اشتركوا في القناة 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 الوطنية اشتركوا في القناة 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 وبين اللجنة الوطنية لمكافحة لاجر غير الشرعية والاتجار والبشر حوالين تلقي شكاوي الناجين من جريمة الاتجار بالبشر أنا لا أريد أن أطيل لأن تقريبا معظم الكلام تقال لكن في نقطة أردت أن أستوقف إليها وعليها وذكرتها في بداية كلامي هو أن الاستقرار الأمني والاستقرار الأمن الإقليمي بيساهم بشكل كبير في منع ومكافحة لاجر غير الشرعية والاتجار والبشر ولذلك القضايا الكبرى التي تمس الأمن الإقليمي بتؤثر بكل تأكيد بشكل كبير على هذا الملف ولذلك فإنه مثلا من ضمن القضايا المطروحة على الساحة العالمية وترحت في المجلس الآن مثلا قضية السد الأثيوبي فإذا لم يكن هناك اهتمام عالمي كبير بهذا الأمر بأنه في حقوق هنا لدولتي المصاب بمصر والسودان وفي تأثير قد ينشأ نتيجة لي أنه في طرف متعنت لا يريد أن يلتزم بالأليات الدولية ولا يريد أن يلتزم بالاتفاقيات الدولية فبالتأكيد هذا الأمر يؤثر تأثيرا كبيرا على الأمن الإقليمي يؤثر تأثيرا كبيرا على السلم العالمي وبالتأكيد يؤثر على أو يزيد من معدلات الهجرة غير الشرعية ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك على الإطلاق نحن نريد منطقة مستقرة آمنة قوية قادرة على أنها تحقق تنمية مشتركة لكل دول حض النيل من أول دول المنبع إلى دول المصاب أنا مرة تانية بكرر شكر للقايمين على تنظيم هذا المؤتمر والتقيت واستمعت بمختلف الأراء ومجلس النواب أيضا إذا كان دوره في المقام الأول دور تشريعي بأنه أصدر القانون 82 لسنة 2016 فأنه أيضا له دور رقابي على أداء الحكومة في التزاماتها وتعهداتها الدولية المعنية سواء كان بحقوق الإنسان أو أيضا استمرار عمليات ومجهودات الدولة في مكافحة الإجراء غير الشرعية وبالتأكيد في تعاون كبير بين مجلس النواب وبين كافة الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر وإحنا زي ما مجلس النواب السابق أصدر هذا القانون أيضا دورنا في لجنة حقوق الإنسان هو متابعة ومراقبة تنفيذه على الأرض من قبل السلطة التنفيذية حتى إن شاء الله نصل إلى صفر في المية تماما بالقضاء على هذه الجريمة في مختلف المناطق اللي هي بتشتغل عليها وأيضا إن إحنا نكون ساهمنا في رفع الوعي بشكل كبير في المحافظات والمناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية شكرا جزيلا معالي النائب الأستاذ محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان وننتقل الآن لمداخلة من معالي المستشار أحمد عثمان رئيس النيابة بمكتب السيد النائب العام وهيتناول في بعض الأبعاد التي تتعلق بالتطبيق القانون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فليتفضل شكرا يا فندم بسهد خير على حضراتكم جميعا دكتور مصطفى الفئي السفير النير جابر الحضور الكرام بسعيد نتواجد مع حضراتكم النهاردة ومثلنا عن نيابة العامة بحية أنا في مداخلتي مش هؤطير على حضراتكم ونتكلم في النقاط سريعة ومحددة في البداية طبعا من المهمة بما كان نحا نارض على حضراتكم اخصصات النيابة العامة المصرية ايه هي اخصص النيابة العامة المصرية واجئوها دورها وفقة لأحكام القانون بالحaqueة القانون المصري أناط بالنيابة العامة المصرية عدد من اختصاصات التي تباشرها و هي اختصصين أصيلين التحقيق والإحادي التصرف في الديع שמ�ك فنا نتعلق شكرا أربعة نقاط أساسية نتحدى عن اخصاص النيابة العامة المصرية أهم أحكام قانون تحريب المهاجرين هنتكلم على الأليات الحديثة اللي إبلاغ عن الجرائم ومستحدث من هذه الأليات لتسهيل تلقي البلاغات وأخيرا نتكلم عن التعاون القضائي الدولي باعتباره هو أداة هامة جدا لمكافحة هذا النوع من الجرائم باعتبارها من الجرائم العابرة للأوطان أو جرائم عبر الوطنين إذا ما تحدثت عن صوت نابل عامة بشكل سريع وبعجالة كما قلت لخضراتكم نابل عامة المصرية هي شعبة أصيلة من شعب القضاء بمعنى أنها تتمتع بكافة الصلاحيات وكافة الضمانات والحصانات التي تتمتع بها القضاء لتكون هي سلطة محايدة في التحقيق لا تتأثر بأي اعتبارات من أي سلطة من سلطة الدولة وبالتالي هذا يبيح لنيابة العامة أكثر العمل على التحقيق في الجرائم بشكل فعال وبحيادية تم وهي زي ما قلنا حضراتكم أيضا بتستخدم في هذا الأمر من خلال القانون عدد من الإجراءات وعدد من الصلاحيات التي تمنحها لها قانون فعلى سبيل مثال زي ما قلنا حضراتكم هي لها الحق في أن تقوم بجمع الدليل والتعاون وإصدار قارات لجهات الضغط المعاونة الجهات الرقابية أو جهات الشرطة وما إلى ذلك وأيضا باعتبار النوع ده من الجرائم بيستدعي تدخل أو ملاحقة الأموال المتحصلة من هذه النوع من الجرائم فما نلاقي أن المشرع المصري أنطب النيابة العامة إصدار قارات التخفض على الأموال وكشف سرية الحسابات وما إلا ذلك من قارات تؤدي إلى الكشف عن الأموال المتحصلة من هذا النوع من الجرائم وملاحقتها بشكل فعال طبعا أنا مش هغوز بشكل كبير في أحكام قانون تهريب المهاجرين باعتباره هو زي ما سات النائل ذكر واستفيلنا على جابر ذكر وهو من القوانين الهامة جدا والذي نرى أنه جاء بشكل فعال بيقوم بضم كثير من الأحكام التي تجاب هذه الظاهرة بشكل كبير جدا ولكن من المهم بمكان نحن نلقي بعض النقاط المضيئة على هذا القانون وأبرز ما جاء به من أحكام علشان نعمل نوع من أموال التوعية برضو للمواطنين عن هذا النوع من الجرائم طيب إيه هي جريمة تهريم المهاجرين وفقا لأحكام القانون المصري هي يعني عكس ما يتخيل البعض قد يتخيل البعض أن تهريم المهاجرين تستلزم بالضرورة خروج الشخص من دولة إلى أخرى وده على العكس تماما لأن المشرع مش على العكس هي بهضم طبعا هي دي صورة من الصور ولكن علشان المشرع المصري يقدر يواكب مكافحة هذا النوع من الظواهر الإجرامية كان من المهم بمكان أن أنا أجرم الفعل قبل أن يقع وما سموه الشروع لا بالعكس دي بقى جريمة تامة فلما نتكلم على تهريب المهاجرين تعرفها وفقا للقانون إيه هو قال لي هو تدبير انتقال فلحظنا أن تاخد بالك أنا مش بأتكلم على الخروج من الدولة أو دخول الدولة بطريقة الشرعية ولكن مجرد تدبير انتقال الشخص من دولة إلى أخرى بطريقة غير مشروعة بغرض الحصول على منفعة أي أمكان نوحة يعني كمان في البروتوكول اللي احنا صدقنا عليه بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين قال منفعة مادية أو مالية لا ده احنا توسعنا عشان نقدر ندخل أشكال كثيرة أخرى من الجرائم أو الأفعال الإجرامية في النطاق هذه الجريمة فلو زي ما ست العميد عرض في العرض بتاعه في القضية مثلا عسلين مثال بتاعة الأموال العامة هو تزوير المستندات للحصول على تأشيرات هل ده الشروع في الجريمة ولا جريمة تامة لا عشان أشدد العقاب بأدي جريمة تامة لأن مجرد مقام الجناب بالبدء في تدبير خروج هؤلاء الأشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى قامت الجريمة وباقت جريمة تامة فيعني ده اتجاه محمود من المشرع وهو طبعا بيواكب التشريعات الدولية وما صدقت عليه مصر من التفيقية الأمم المتحدة مكافة الجريمة الموظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بيها البروتوكول الملحقين بيها وبما في ذلك بروتوكول تقليل المهاجرين طيب حط القانون بتاعنا ده لما اتكلم ايضا اتكلم عن أحكام عامة في هذا القانون ولا مش هسكر طبعا جميع الأحكام العامة ولكن في حكمين بشكل أثاء أساسيين جم ذكرهم القانون المصري ومهم ان احنا نقول لحضراتكم عليهم وهو عدم الاعتداد برضاء المهاجر المهرب يعني ما ينفعش يجيلي المتهم المتهم بتدبير انتقال الشخص ده يقول لي يا فندم الراجل ده هو موافق على نقله من دولة إلى أخرى متناغر شرعية فبالتالي اعفيني من المسؤولية لأن هذا الحكم العام جاء لي لأ ما فيش حاجة اسمها كده مجرد الاعتداد أو الاعتداد بالرضاء ده لا يعتد به أمام جهة التحقيق والمحاكمة حكم أيضا هام من الأحكام اللي وردت في القانون 82-2016 وهو امتناع المسؤولية الجنائية والمدنية للمهاجر المهرب بمعنى ده طبعا مش تشجيع للمهاجر المهرب أنه هو يقوم بهذا الفعل ولكن المجتمع الدولي وأسوة بيه المشرع المصري لما جاء يجرم هذا النوع من الظواهر أنا ما يهمنيش الشخص اللي دخل أو طبعا اللي اعتد على حق الدولة بالدخول بطريق غير مشروعة ولكن بشكل أساسي أنا معني بالجماعات الإجرامية المنظمة التي تقوم بتدبيل انتقال هؤلاء الأشخاص من دولة إلى أخرى النهاردة هو بيهرب بشر بيهرب إرهاب بيخرج سلاح فهو عارف الضروب التي يخرج من خلالها بطريق غير مشروعة من المهم أنني شجع المهاجر المهرب بيعتبر أن هذه جريمة جسيمة أقول أنني أنا مش حسبك عن اشتراكك في هذه الجريمة بيعتبر أنت ساعدت المجرم على الخروج أو أنه يخرجك بطريق غير شرعية أنا هعفيك من هذا النوع من الجرائم ومش هتبرك شريك فيه بس علشان أقدر أشجعه على الإدلاق بمعلومات باعتبار في معظم الحالات الشاهد أو الأساسي في هذه النوع من الجرام بيكون هذا المهاجر المهرب طيب هل هذا يعني أنه هو غير مسؤول عن أي أفعال أخرى يرتكبها أثناء هذه الرحلة لا طبعا حضرتك لو في أي جريمة أخرى يرتكبها غير كونه هدف للسلوك الإجرامي اللي هو تهريب المهاجرين بيتم حسابه عليها بعض الجرائم الأخرى اللي نص عليها في القانون أو اللي تنص عليها القانون واللي قد يتصور البعض أن هي مش جريمة ولكن فمهم أن نذكرها لحضراتكم وفي بعض منها يمكن المشرع فيها خرج عن القواعد العامة للتجريم والعقاب كما هو مذكور في قانون العقوبات المصري والقانون الأصل طيب نتكلم عن جريمة اسمها جريمة تأسيس الجامعة الإجرامية المنظمة دي جريمة مستقلة بداتها مش لازم ينتج عنها أو تقوم بالعمل بالفعل لا مجرد ما هو أسس جريمة أو أسس جماعة إجرامية للقيام بهذا العمل بقت مجرمة موجب أحكام القانون حتى لو لم يتم الاتفاق أو لم يتم الاتفاق بين المهاجر المهرب وبين هؤلاء بين هذه الجامعة الإجرامية المنظمة والجامعة الإجرامية المنظمة نفقاً لأحكام القرور البصر هي ثلاث أشخاص فأكثر ده الجريمة الأولى فيه جريمة أخرى وهي جريمة التحريد على أي أفعال من أفعال محل هذا القانون وطبعاً ما عاد التحريد على الإدلاق بمعلومات كاذبة هي ده الجريمة الوحيدة لإستثناء المشرع من هذا التحريد أو من التجريمة على التحريد وده خروجاً على القواعد العامة زي ما قلت لحضراتكم لأن التحريد بشكل عام إذا لم يقع الفعل نفسه ما قدرش أحاسب عليه ما قام بالتحريد إنما عشان أنا أقدر أجفف منابع هذه الظاهرة وما حاولش أن أخلي حتى يفكر فيه ارتكاب هذا الفعل بقى فيه عقابة على مجرد التحريد ولو لم يؤتي هذا التحريد أثر ولو لم يقوم الجانب يبدئ في الجريمة بحاسب الشخص على القيام بالتحريد جريمة أخرى أيضاً هي جريمة إخفاء الجناة والأشياء والأموال المتحصة عليها هي أيضاً جريمة موجة بالقانون في جريمة أخرى هي إخلال النقل التجاري تبرده من الجرائم الهامة اللي بتعاقب أو يعني بتوقع التزام قانوني على النقل التجاري اللي قد يخل بسب إهماله عدم التأكد مثلاً من المستندات التي تؤكد أن هذا الشخص يخلق بترغي المشروع في هذه الحالة ممكن أعقبه بعقوبات الغرامة اللي قد تتعدد بتعدد المهاجرين المهربين جريمة أخرى سريعاً هي أيضاً جريمة تهيئ مكان الإيواء هذه كلها جرائم منفصلة زي ما قلت لحضراتكم مش لازم يقع الفعل أو الخروج بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى عشان نقول الجريمة دي وقعت أو لم تقع لا يعني مجرد أن في أشخاص تم التأهمم أو ثبت عندي أن هم هيئوا مكان الإيواء أو استقبال أو النقل أو ما إلى ذلك فهي جرائم معاقب عليها بموجب أحكام القانون في أي جريمة أخرى هي طبعاً التهديد بإدلاع بعقوال زور في أي مرحلة من مراحل الدعوة وده يمكن برضو على عكس يعني هنتكلم كالشهادة زور بشكل عام هي تكون أمام المحكمة فالمشررة عشان يتوسع في هذا الأمر قال لك لا في أي مرحلة يعني أمام محضر الشلطة أمام النيابة أمام القضاء إذا تم التهديد أو الإكراه الشاهد على الإدلاع بعقوال زور بأفي عقاب مقتضى القانون جريمة الإدلاع طبعاً يعني حتى لو لم تكن بالنتيجة لتحريط أو تهديد لو من تلقاء نفسه الشخص أدل بأقوال من قد تكون في أي مرحلة مراحل الدعوة سواء في المحضر الشلطة أو في النيابة أو في القضاء بيتبقى هذا العمر مجرم أيضاً وأخيراً هي جريمة عدم الإبلاغ عن الجريمة فبالتالي لو بيلقي على عاطل كل واحد مننا نمى إلى علمه أن في جريمة من هذا النوع بتقع أي جريمة مش لازم التهريب في مكان إيواء في جراني حد مثلاً بيأوي أشخاص نمى إلى علمي أن ارتكاب أي جريمة جرامه الصالحة في هذا القانون فأنا عليّ التزام وده عكس القواعد العامة زي ما قلنا خضراتكم ما قدرش حاسب واحد مثلاً أنه شاهد وقعة ارتكاب سرقة ولم يقوم بالإبلاغ ولكن في هذا النوع من الجرائم باعتماره من الجرائم الخطيرة فالمشرع رتب مسؤولية على عدم الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم هذا يأخذنا لكيفية الإبلاغ ويمكن النيابة العامة المصرية بدأت في اتخاذ إجراءات ما لتسهيل عملية الإبلاغ والإدلاء بالأخوال أمام جهات التحقيق لقد لأن في هذه النوع من الجرائم بالذات ممكن نجد أن فيه جماعات إجراءات ملظمة وقد يخشى على الشهود والناس بتخاف أنها تروح للنيابة فالحقيقة تم استحداث أنظمة أو اسمها منظومة العراض الإلكترونية الموحدة لتلقي البلاغات عن بعد يعني عن طريق الإنترنت حضرتك ممكن بتخش بتساكل شكوتك هذا ليس في النوع من الجرائم بس يا فدن في أي أنواع من الجرائم أي جريمة حضرتك عايز تبلغ عن شكوة ما عايز يتباح عن طريق الإنترنت تحرك ممكن عن طريق منظومة العراض الإلكترونية الموحدة للدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة المصرية تسجيل شكوى ومتبعة هذه الشكوى وما تم فيها من إجراءات لو فيه مستندات دالة على ارتكاب هذا الفعل بهذا الأمر بيبقى متاح للكافة وبالعكسه بيكون كمان نتيجة بيبقى بنرسل على هاتف المحمول للشخص المقدم الطلب ما تم فيه الطلب التي يقدم منه والإجراءات التي اتخذت حياله فدي من الأشياء الهمة جدا شيء هام أيضا هو إنشاء إضافة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي ودي مهمتها الكشف عن الجرائم والتواصل الاجتماعي بصفة خاصة لأن زي ما احنا ارتقينا في السطرة الأخيرة وجدنا أن فيه عدد كبير من الجرائم أو البلاغات اللي قد تكون أو بعض الأفعال اللي بتسكي الجرائم ولا يقوم أحد بالإبلاغ عنها وبأتمنى النيابة العامة المصرية هي الأمينة على الدعوة الجنائية وهي المنوطة بالتحقيق في القضايا فمن حقا نتحرك الدعوة الجنائية من تلقاء نفسها إذا ما وجدت أن هناك أي جريمة ارتكبت ففي حال ما بيتم تداول أي فيديوهات أو مقاطع أو حاجة تدل على ارتكاب جرائم بيتم التحقيق فيها بس شكل مباشر ويمكن من الأمثلة على هذه الجرائم اللي تم التحقيق فيها بشكل مباشر كأضية الفيرموند على سبيل المثال دي كانت تم التحقيق فيها بشكل فوري من النيابة العامة دون تلقي بلاغ فدي من ضمن الأمثلة وده بيحصل يوميا لحقيقة فعالات كتير من الجرائم اللي احنا بنلاقي فيها بعض التجاوزات اللي تمت بيتم اتخاذ إجراءات قبلها طيب أخيرا ببقنا نتكلم على جريمة ذات طابع عبر وطني طبعا زي ما قلت لحضراتكم هي مش كل الجرائم بيكون عابلة للحدود أو مش كل أشكال هذا الفعل من الجرائم بتكون بالضرورة تكون فيها طرفين في الخارج لأن ممكن زي ما قلت لحضراتكم واحد يأوي أشخاص فبالتالي مش محتاج تعاون دولي من دولة أخرى ولكن في الغالب الأعام باعتبار أن أنا بقول أن الهدف من ارتكاب هذه الجريمة هو الخروج بشخص من مكان أو من دولة إلى أخرى بطريقة غير مشروعة فيقوم على هذا الأمر جماعات إجرامية منظمة بيكون لها أطراف كل دولة من الدول وإذا ما وقفنا عند الحد الاقتصاصي المحلي هيكون فيه صعوبة كبيرة جدا لملاحقة هذا النوع من الجرائم لأن دلوقتي المتهمين والمجرمين تخطوا هذه الحدود وبقاش فيه حدود عابرة وبالتالي كان يجب على جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية المعنية إن هي أيضا تواكي بهذا الأمر ويحصل تعاون ما بينها وما بين السلطات المختصة عشان تقدر تجمع الدليل وأختص تطبيق أحكام القانون من أي دولة طيب من أهم أشكال من أهم أشكال التعاون القضائي الدولي يعني هي يمكن أن أتكلم عن شكلين فيه عدد كبير من أشكال التعاون القضائي الدولي ولكن بشكل أسايا تكلم حضراتكم على صورتين من صور التعاون القضائي أولا الإنابات القضائية وهي معناها هو أي إجراء قضائية فن مساعدتك بتقوم به أو الدولة المصرية بتقوم به بيتم اتخاذه أو جمع الدليل من الدولة الأخرى بيعتد به يعني لو على سبيل مثال أنا عندي شاهد في دولة أخرى أو أرغب في جمع مستندات أو الحصول على أدلة من أي دولة أقدر أنه من خلال أسليب التعاون القضائي الدولي دي باعتبر أنه يبقى فيه جماعات إجرامية منظمة في أكثر من دولة زي ما ذكرنا لحضراتكم مجربي بمتد اختصاصها الأكثر من دولة أقدر أجمع الدليل من هذه الدول وأعتد بها أمام جهات التحقيق والقضاء عندي بناء على التفقيات الدولية المعنية في التعاون القضائي في هذا الشأن أو حتى عن مبدأ المعاملة بالمثل وده يمكن القانون تهريب المهاجرين هو من القوانين الهامة لنص على إشكال التعاون القضائي الدولي على الرغم من عدم موجود قانون حالي بمكافحة أو بتنظيم التعاون القضائي الدولي صورة أخرى من صور التعاون القضائي هو تسليم المجرمين زي ما ذكرنا لخضراتكم الهدف الأساسي هو ضبط هؤلاء الجناء وضبط الجماعات الأجرمية المنظمة والحقيقة قانون مصري مد اختصاص تطبيق أحكامه إلى خارج المقضائي المصري جمان يعني نحن ممكن نحقق في القضايا يكون مجرد المجنة علي مصري الجنسية حتى لو الجريمة كلها تركبت في الخارج فبقى فيه متهمين مصريين مطلوبين أو مدانين ليكون مطلوبين أمام القضاء المصري في هذه الحالة بناخد شكل من أشكال التعاون القضائي وهو ما يطلق عليه تسليم المجرمين طلبات تسليم المجرمين بيتم في البداية التعميم من خلال النشرة الحمرة ونحن نحن الانتربول والانتربول بيكون خطوة مبدئية لضبط هذا الشخص ولكن حتى يتخذ قرار بتسليمه إلى مصر أو إلى الدولة الطالبة لازم بيكون هذا من خلال إجراءات التعاون القضائي الدولي من خلال التفعيلات الدولية اللي مصر مصدقة عليها وبالتالي نحن بالتعاون مع الجهات النظيرة ومع أصفات القضائية النظيرة بيتم استرداد هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم أمام القضاء المصري طيب هذه الصورة تسليم المجرمينة كنا نتكلم عليها أخيرا من صور أيضا من صور التعاون القضاء الدولي هو في النوع من الجرائم بشكل أساسي زي ما ذكرنا لحضراتكم أننا داخليا بنقوم بإجراء التحفظ على الأموال وما إلى ذلك من إجراءات حتى تم مصادرتها وكشف سرية الحسابات وما إلى ذلك من إجراءات بيتم التخلصة داخليا أقدر أخذ هذا الأمر بشكل على المستوى الدولي زي ما قلنا لحضراتكم بتمتد أعضاء وأطراف الجامعة الإجراءات المنظمة دي في أكتر من دولة فأقدر أن أنا ألاحق أموالهم وده يمكن السياسة التشريعات الجديدة بنتكلم فيها دايما أنا مش مهم أن أنا أحط الرجل في السجن أو هو شيء أهم طبعا ولكن الأهم هو حرمانه من متحصرات جريمته فبالتالي أن أنا أقدر ألاحق أمواله في الداخل وفي الخارج ده الأساس لأن دي من أكتر الجرائم المدرر للربح زي ما حضراتكم معارفين جريم التهريم وهجيم بتم إقام بيها عشان حصر على الربح فلو أنا قدرت أحرم الجاني من هذه الأموال يعني بشكل كبير سواء داخليا أو خارجيا يعني بنظرة أننا نجحنا في تكفيف منابع هذه الجرائم وهؤلاء المتهمين طيب أخيرا يعني يمكن بعض الأنشطة اللي بتخذها النيابة العامة لتعزيز أو أسل التعاون الدولي بينها وبين النيابات العامة في مختلف الدول يمكن النيابة العامة المصرية حالين هي بترأس جماعتها النواب العمو العرب والأفارقة وبالتالي من خلال أساتر هذه الجمعيتين في العديد من المؤتمرات التي بتم عاخدها يمكن يعني في الفترة الحالية ونظرا لجائحة كورونا هذا لا يخطفنا على التواصل مع جميع النيابات على مصر العالم فبتم تنظيم عدد من ورش العمل والمؤتمرات الدولية عن طريق الفيديو كونفرنس وده يمكن من النجاحات الهمة جدا في موجهة هذا النوع أو موجهة هذه الجائحة من خلال عدم إيقاف التواصل بيننا وبين الجهات هناك عدد كبير من مزاكرات التفاهم تم توقعها نحن الحقيقة في تبادل المعلومات بيننا وبين جهات التحقيق في الدول المختلفة فضلا عن الأسليب المصالحة للاتفاقات الدولية من إرسال المستمراتات ولكن بالطريقة الدولية قد تأخذ وقت طويل فاحنا الحقيقة دلوقتي بيتم التعاون وتبادل المعلومات عن طريق الإيميلاد بشكل مبدئي لحين وردها وده بيسرع إجراءات التعاون القضائي وملاحقة المتهمين وضبطهم في شتى بقاع العالم شكرا يا فندم وطلطة لحضراتكم وسعين جدا بتواجد معكم شكرا شكرا سيادة المستشار أحمد عثمان على هذا العرض الشامل للدور التي استرعبه نيابة العامة في مواجهة الهجرة غير الشرعية سواء كان ما قدمه حول تعريف الجريمة والتوسع في تعريفها أو الدور التي استخدم بنيابة من حيث التحقيقات أو الاتفاقات الخارجية والتعاون مع جهات التحقيق في الخارج أيضا ننتقل الآن احنا طبعا كنا في انتظار سيادة المحافظ واحنا رحبنا بسيادتك في البداية وطبعا كلنا يعني رغبة في الاستماع لحضرتك ننتظر قليلا يعني ثم بعد كده نعود لسيادتك في هذا الموضوع والكلمة الآن للدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتطوير المؤسسي وشؤون مكتب الوزير وهو أيضا يعني وزارة الهجرة لديها مبادرات كثيرة في موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية وأظن أن من المبادرات المهمة المبادرة الرئاسية التي تتعلق بمراكب النجاح فنستمع للسيادات وفعزي المداخل شكرا مساء الخير جميعا معالي المحافظ طبعا تحية لدكتور مصطفى الفئة للدعوة الكريمة وتحيات معالي الوزيرة واعتذارها لارتباطها بتكييف رئاسي ويمكن من يومين كنا تشرفنا مع سيادة المحافظة بإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة إحياء الجزور المصرية اليونانية الكبرصية واللي أطلق السيد الرئيس هنا في مدينة الإسكندرية من 2017 عشان تكون مصر أول دولة في العالم بتحتفي بالجاليات اللي هجرت ليها واحتضنت بيها وتبقى نموذك لجزء أصيل من اختصاصنا اللي هو تعزيز الهجرة الأمينة كجزء من الحلول لمكافحة الهجرة غير النظامية أو الهجرة غير الأمينة أو الهجرة غير القانونية مدينة الإسكندرية بتحضظن واحدة من أقوى الجاليات اللي موجودة كجاليات أجنبية ومبارح كان فيه اللقاء مع فخامة السيد الرئيس الجمهورية وكل الشباب اللي كان مشارك فيه اللقاء من اليونانيين والقبارسة زاوي الأصول المصرية وضحوا أنهم من خلال أهليهم ومن خلال العشو هنا بيحسوا أنهم مصريين كما أنهم يونانيين أو قبارسة أو أكتر فالهوية المصرية عندهم فيها تقصيل كبير والشعب الإسكندرية قال ليه دور كبير في دوت وإحنا بنكمل معاهم البرنامج فممكن دي منطلق أن نقول دور وزارة الهجرة وشؤول المصريين في الخارج بشكل عام مبني على استراتيجية فيها ثلاث محاول رئيسية بدون أي إطالة إحنا بنتعامل على الهجرة فإزاي نعزز فرص الهجرة الأمينة وإزاي نحد من الهجرة غير الشرعية جزء تاني بنقول المصريين في الخارج المصري في الخارج دوت ممكن مهاجر بشكل دايم أو بشكل مؤقت فإزاي نقدم له دعم ورعاية وإزاي نخليه شارك في التنمية في الدولة يعني إزاي نربطه بالدولة نربطه بالدولة دوت خليها نقول عندنا خمس أجيال بنربطهم بالدولة علماء وخبراء وناس اللي هم الرعيين الأول أو اللي هم المهاجرين من فترة طويلة أبقنا وأجدادنا اللي هم سفروا بره فدول بنعمل لهم برامج إزاي تربطهم ويمكن مؤتمرات مصر تصطيع والجذب للعالمة والخبراء والمساهمتهم الفعلية مع وزرات وهيئات الدولة في الاستثمار في التعليم في الزراعة في الري في الانتاج الحربي في كل المجالات كدور فعالي وفي تنمية الدولة نشتغل على الجيل الثاني والثالث زي الشباب اللي إحنا جاي بينهم دول بنجيب بقى الشباب المصري من الخارج ويبقى ليهم دورات للتوعية وبناء الانتماء والحس الوطني وإزاي أنه هم يقفوا على الحقيق عن الدولة المصرية وإزاي أنه هم يشوفوا النهضة والتنمية اللي في الدولة ويسألوا كل الأسئلة اللي هي بتقول في خاطرهم أو اللي هي متدولة بره عن مصر عشان يبقوا صفر للدولة المصرية يعني إليه الحقيقة ويمكن في الحتة دي نقول لأول مرة في مصر يتم إنشاء وإطلاق مركز بصارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصرين في الخارج فئة الدارسين المصرين في الخارج بكل مستوياتهم بقى ليهم يعني خلينا نقول كيان يقدروا يتواصلوا به مع بعض ومع الدولة ويبدأ إن هو يبقى فيه رد على كل الاستفسارات مشاركة إيجابية وتواصل مع كل جهات الدولة عندنا بقى الفئات التانية ممكن حاليا برضو مع الوافد بتاع الأبرس وليونان عندنا معسكرات للأطفال المصرين اللي في الخارج فيه معسكر بنعمله مع شركات متخصصة إن عندنا مجموعة لوقتي حوالا ستين واحد من أطفالنا من الولايات المتحدة من كندا من إيطاليا من الإمارات من قطر من الكويت موجودين بياخدوا جرعة تسقفية طرفيهية عشان يبقى عنده انتماء وده في إطار مبادرة برضو رئاسية التكلم عربي ويمكن المبادرة دي برضو من الاليات البسيطة جدا إحنا كنا أطلقناها باسم التكلم مصري عشان نشجع المصرين في الخارج إنهم ما يفقديش لغوتهم الأم واللغة الأسية وخصوصا لأطفالهم دول لكن جي توجيه رئاسي إن اللغة العربية هي أصل الهوية المصرية فبقينا نقول اتكلم عربي وعيشها مصري فبنعيشهم حياتهم كجزء من البلد وبنقول إحنا دلوقتي هنا في مؤتمر بنشره بالمشاركة فيه عن مكافحة الهجرة غير الشرعية ومعنا مجموعة من القباريسة واليونانيين زي هو الأصول المصرية اللي بتأكد دور مصر في احتضان المهاجريين والجاليات وفي نفس الوقت عندنا معسكرات للشباب المصريين والأطفال المصريين لتعزيز هويتهم كل اللي بيتم دور بيتم بمشاركة وبتعاون أصيل مع كل الجهات طبعا مكتبة الإسكندرية هي منبر في الدولة ككل وأي فعالية بتكون موجودة في لب الزيارة وبتكون بشرف لنا التواجد كجزء أصيل من البرنامج خلينا ما أطلش على حضراتكو بس هي فيه نقطة قبل ما استعرض للمبادرة هي مراكب النجاح جزئية التكامل طبعا في وجود معالي استفيرة نائلة جبر والحديث عن اللجنة الوطنية التنسيقية يمكن نقول إن فيه دور وطني قوي جدا ودلوقتي بيتعظم الاحتياج ليه اللجنة هي المعنية بإعداد ووضع استراتيجية وطنية ليه ما يتعلق بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار البشر كقضايتين مرتبطاتين وضع الاستراتيجية دي ومشاركة كل جهات الدولة فيها بكل المناحي ومتابعة تنفيذها وإصدار التقارير بأعمالها خلينا أقول طبعا مهمة لنا قوي لكن هي مهمة إن يبقى فيه وثيقة وثيقة مصرية بكل الجهود المتكاملة لكل جهات الدولة بتقول هي مصر بتعمل إيه في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار البشر عشان إحنا محتاجين فعلا نوصق كل جهدنا ونظهرها للعالم إن هي نتجة عن استراتيجية معدة وفقا لمعايير دولية يعني إحنا بنقول وضع الاستراتيجية نفسه ويمكن كان شرفنا بالمشاركة في التعديل وإثراء النسخة المحدثة من الاستراتيجية هدفنا كل واحد دورنا متكامل بنشتغل كلنا مع بعض بس للصالح العام والصالح الوطن فإحنا على ثقة في وزارة الهجرة إن النسخة المعالي للسفيرة تكلمت عنها من هذه الاستراتيجية ومن برنامج العمل اللي بيجري حاليا تنفيذه والتقارير اللي هتبقى صادرة عنه هتكون وثيقة قوية جدا ووثيقة دولية نقدر إن إحنا مع المنظمات الدولية ومع كل الجهات المعنية نقول مصر فعلا بتعمل إيه في هذا المنهج طبعا برحب صديقه المسيور لوراند بويك ومنظمة الهجرة الدولية الأي وأمي بإنه بيع طويل جدا ومن اللقاءات المميزة كانت في الإسكندرية ويتذكرها في افتتاح السيد الرئيس مع رئيس الكبروسي واليوناني لمبادرة إحياء الجزور وبإنه مجالات عمل كبيرة جدا خلينا نقول المبادرة الرئيسية مراكب النجاة هي نتجة مع إطلاق السيد الرئيس لمنتديات شباب العالم كانت موجودة قضية الهجرة غير النظامية من أول نسخة من النسخة الأولى كانت موجودة ويمكن طرحنا النهاية المنتديات دي بتخاطب العالم إحنا بنقول الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية لكن هي عالميا بقى متعرف عليها الهجرة غير النظامية أو الهجرة غير القانونية أو الهجرة غير الأمنة فبالفعل تم إدراجها النهية الهجرة غير النظامية كأحد محاور منتدى شباب العالم الأول وكانت موجودة في منتدى شباب العالم في النسخة الأخيرة اللي كانت في ديسمبر 2019 ومن نتائج المؤتمر أو توصيات المؤتمر لأطلاقها السيد الرئيس تكليف وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصرين بالخارج بتنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة عشان هي الصياغة نفسها السيد الرئيس أطلق المبادرة بيها كاسم وكهدف لها مغزة وعمق كبير جدا طبعا الدكتورة نيفيني القباج أشارت إلى المبادرة والنهاية فعلا بنقول هي رسالة للعالم احنا كدولة مصرية من على الشواطئ المصرية اتمنع أو خلاص الدولة نجحت في ان ما يخرجش مركب هجرة غير شرعية من نوفمبر 2016 طب احنا ليه بنطلق مبادرة خاصة بالهجرة غير الشرعية احنا مسمينها مراكب النجاة كدولة يبقى مصر بتقدم ايدها في الشعار بتاعها مصر بتقدم ايدها للعالم ككل بمبادرة اسمها مراكب النجاة مش للشواطئ المصرية أنا ما عنديش على الشواطئ المصرية مراكب بتطلع للهجرة غير الشرعية بس عشان اشتغل مع باقي الدول وباقي الناس اللي بتواجه دوت واني اكبر طيار لهجرة غير الشرعية من الجنوب للشمال في البحر المتوسط وبالتالي احنا على كل الشواطئ اللي بتصدر هجرة غير شرعية هنشتغل وهنتعاون وده تم اطلاقها في منتدى شباب العالم يبقى الرسالة دي مش موجهة لنا احنا بس في الداخل دي موجهة كمان للخارج وعشان كده لما بتدينا نشتغل عليها فبنراعي ان في زي الدكتور مصطفى ما اشار في كلمته ان في بعد محلي وبعد اقليمي وبعد دولي ده بالفعل وده موجود في خطة العمل اللي تم عرضها واعتمدها من رياسة الجمهورية على تنفيذ المبادرة بمشاركة كل الجهات احنا كنا بنشتغل الاول كوزارة في محاول العمل بتاعتنا اللي طبعا فيها الحد والتوعية من خضر الهجرة غير الشرعية وتعزيز فراس الهجرة الامنة والبداء الايجابية عن الهجرة غير الشرعية لكن مع اطلاق المبادرة الرئاسية اصبحت هي البوتقة او هي الاطار الشامل الجامع لكل الجهود اللي بتتم وتم تمجي الجهود كلها مع كل الوزارات والجهات المعنية وهنشوف مع بعض للوقتي ازاي بيتم تنفيذها وقد ايه المبادرة دي في حد ذاتها على قد ان هي عمرها سنة او سنة ونص حققت انجازات كديرة جدا طبعا قلنا ان هي انها تجد من اطلاق السيد الرئيس لهذه المبادرة ومع بداية تزامن دوت طبعا مع مشاركة مصر في دعم والتوقيع على الاتفاق العالمي للهجرة اللي تم اعتماده في مراكش بالمغرب في 2018 ومصر كانت من الدول اللي شاركت في اعداد سواء مع مجموعة الدول العربية او مع الدول الاسرقية وكان لها امبوت كوي جدا في اجتماعات الليجان المتخصصة في المنظمات الدولية وخصوة المنظمات الامر المتحدة في اطلاق العهد الدولي للهجرة ومع الدعم المصري لإطلاق العهد الدولي للهجرة اطلقنا مبادرة مراكب النجاء برضو كالية تنفيذية مع باقي الدول تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل ودوت وفقا لتوجهات رئاسية عندنا الاطار الاول اللي هو المحلي في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وخلينا نقول النقطة دي كان محافظة اللي بتتواجد فيهم او بتنتشر فيهم الظاهرة دي وبنصنفهم على اي اساس وعندنا المسببات الجذرية والله عارفينها كلنا واشتغلنا عليها كتير قوي وفي خمس عناصر ممكن يبقوا ستة ممكن يعني نتحدث فيهم بس احنا جبنا الموضوع بشكل عشان طب يا جماعة لما بيتقال ما هو ما فيش مراكب هجرة غير شرعية بتطلع يعني طب انتم دلوقتي يبقى ما فيش عندنا الكلام دوت الزمله من النيابة ومن الرقابة يعني اشاره ان فيه تحديث فيه اساليب الهجرة وبقت مش بالمراكب دلوقتي بيطلع ممكن تأشيرات سياحة تأشيرات مختلفة وليه ما صار ان هو يوصل لدولة ترانزيت معينة ومن خلال الدولة دي ينتقل بشكل غير شرعي يقبر الحدود ويدخل دول تانية وفيه مصارات اخرى بديلة بقتبرية وبالتالي احنا عندنا تعاون مع وزارة الدفاع وخلص الحدود بنعمل رصد للمضبوطين يعني بنشوف المضبوطين هجرة غير شرعية هم خارجين من اي محافظات من اي مراكز من اي كرة ومدام حصل ضبط فالضبط هو بيمثل نسبة بسيطة من الفعل فبالتالي هنركز على المحافظات دي والكرة دي بعينها على اساس انا عندي دليل فعلي على ان بيخرج منها هجرة غير شرعية وبدل ما كانوا اتناشر محافظة بقم اربعتاشر محافظة قد رجناهم في مبادرة مراكب النجاة وبالتكامل مع الوزارات هنشوفها بس دي نقطة قوية جدا برضو تأكد ان في تكامل مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري مركزة على يعني بنتكلم على عدد كبير جدا الاف من الكرة المصرية احنا حددنا في الاربعتاشر محافظة خمس كرة في كل محافظة يعني عندنا سبعين كارية تمام السبعين كارية دول ما كانش فيه منهم ولا قارية مدرجة في مبادرة الحياة الكريمة على المعايير اللي بيتم ادراج الكرة فيها هي ولا اقصر فقرا ولا اقصر امية ولا اقصر تصرب من التعليم ولا لا بس فيها التوجه ممكن فيه اسباب كتير ودوافع كتير بتخليهم يتوجهوا للهجرة غير الشرعية بس احنا عايزين نعالج المشكلة الفعلية مش المشكلة اللي في الكتب فعشان كده بالفعل تم رصد ماتين وستين مليون جنيه في مبادرة حياة كريمة لتطوير السبعين كارية دول كمرحلة اولى ونبدأ ان احنا نكمل التركيز عليه وهنكمل بعد كده نشوف عملنا ايه تاني مع باقي الجهات الشرق التانية للبعض الاقليمي المستوى الاقليمي هنا احنا عندنا من اكبر الدول اللي بتواجه نفس المشكلة تونس والمغرب وتونس والمغرب ممكن نقول عندهم زي ما عندهم قليات متقدمة جدا وعندهم وثائق ونقول مثلا فيه في المغرب سياسة وطنية لحكمة الهجرة معتمدة من الملك ومطبقة وليها قليات تنفيذ فعالة جدا هم بيواجهوا المشكلة اكبر من نين وعندهم الهجرة وظاهرة الهجرة غير الشرعية كبيرة جدا متفاقمة جدا عن نين فاحنا بنقول لازم نبقى معاهم في جهود مشتركة ويمكن كصدف ومنظمة الهجرة الدولية مع منظمة العمل الدولية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي جي اي زاد بيشتغلوا معانا في مشروع اقليمي ما بين مصر والمغرب وتونس على اللي هو التام اللي هو نهج شامل للهجرة وان يبقى في نموذج لكل المكونات اللي ممكن من خلالها يحصل مكافحة للهجرة غير الشرعية وتوفير بداي الامنة او فرص هجرة اامنة وزارة الهجرة مسؤولة عن جزء منها وهي رئيسة اللجنة للفنية بس الجزء ده معني بايه ان احنا في نموذج مع المانيا 250 فرصة هجرة شرعية هجرة اامنة للوظائف المطلوبة في السوق الالماني وتأهيل الشباب الراغب فيها على الصفر وتأسير كل الاجراءات لغاية ما يسافر سواء هيسافر تدريب طويل او هيسافر في عمل فدوة موجود كجزء اساسي وخليها نقول برضو الشيء بالشيء يذكر لأول مرة في مصر ينشأ مركز فعلي كيان قائم اسمه المركز المصر الالماني وبرضو معالي الوزيرة اشارت ليه المركز المصر الالماني لهجرة والوظائف واعادة الدمج للعائدين عشان نقول ان احنا بقنا نجمع في مكان واحد اللي عايز يهاجر هيتصل بالمركز ويعرف ايه شروط الهجرة للدولة اللي هو عايزها وخصوصا المانيا طبعا كبداية كبداية وممكن يحصل مقابلة واثنين وثلاثة وتوجيه على الوظائف الموجودة وازاي انه هو يشوف اشتراطاتها ويؤهل ليها ولو عايز لغة ازاي نديله برضو دورات لغة ويبقى واخدين الملف بتاعه في المركز ده لحد ما يتقدم للصفارة وياخد التأشيرة بالفرصة اللي هي قريدي جاي بنهاله وشجرين عليها في الملف بتاعه طيب هو مش عايز يسافر وعايز بدل ما يطلع هجرة غير شرائية وظيفة في مصر عندنا برضو ان نساعده سواء وظيفة او زي معالي السفيرة مع اشارة ريادة اعمال وريادة الاعمال مدعمة من جهات كتير اهمها واكبرها جهاز تنمية المشروعات واقدمها برضو من ايام الصندوق الاجتماعي للتنمية فعندهم باع طويل جدا وعندهم تمويل كتير بس الناس ما تعرفش فلازم يبقى فيه بيهم توعية بالكلام دوت وتوعية من كل الجهات التوعية مش مسؤولية الجهة واحدة التوعية مسؤولية كل الجهات وكل الافراد احنا نفسنا مسؤوليتنا التوعية جزء التالي في المركز اللي هو اعادة الادماج دوت العائدين ازاي لما يرجع من برة تتقدم له التوجيه في المجتمع سواء مش بس التوجيه ان هو عايز شغلة او عايز مشروع لا فيه خدمات اجتماعية وخدمات اعادة ادماج يعني زي ما بقول قبل ما يجي يسافر بديله حاجة اسمها بريدي بارتشر اريانتيشن اللي هو بديله توجيه ما قبل المغادرة انت طالع فين ايطاليا طب خلي بالك فيه عادات وتقاليد وفيه معايير معينة وفيه قوانين معينة لازم تراعيها عشان تقدر تعيش في الدولة اللي انت مسافر لها فعندنا لكل دولة اللي هي توجيهات ما قبل المغادرة برضو اللي يراجع من اي دولة وعاش برا خلينا نقول بقى مش عايزين يحصلوا اي تصادم سواء فيه اجراءات اجتماعية فيه اقتصادية فيه ثقافية فلازم بنهيأه وبنساعده لحد ما يبقى عضو فعال ومندمج ده عادة اندماج يعني هو بنعيد اندماجه في المجتمع وتقبله لكل الامور وتسير اموره فدي كلها لما نيجي نقول ايه ايه دلوقت اللي احنا بنقوله وعلقته بالهجرة غير الشرعية ما هو ده لو لو ما لو حد رجعناه من برة وما لقيش فرصة انه هو يشتغل وما نفناش نعيد دمجه في المجتمع ما هيحاول ليطلع تاني ما عرفش يطلع شرعي هيطلع بأي طريقة غير شرعية وخلاص هيبقى عارف السك فلازم نوفر دوت ليه زي ما بنوفر فرص عمل نوفر برامج اعادة اندماج كويسة طبعا على الموضوع شايد جدا يا دكتور لا وجودي معاك وهو اللي شايد جدا لا والحديث ممتع جدا بس احنا بنحاول بخضر المستطاع عشان كمان نستفى كلمات اخرى وعايزين نستمع للاسيات المحافظ انا اسف يا فاند لا لا عذرا انا اسف اه طبعا يعني لو في يعني في حدود ديتين او ثلاثة كده للخلاصة عشان يمكن برضو لو اي حد من السادة الحضور الجرام عايز يشوف المجال للتنفيذ زي ما قلنا علاج المشكلة نفسه كايه هي الصبل اللي احنا نتعاون فيها ككل جهات الدولة ومعها القطاع الخاص ومعها منظمات المجتمع المدني مشاركة التوعية التوعية دي يا جماعة احنا بنشتغل على جزئين احنا بنخلق جيل من مدربين التوعية في كل الدولة في كل الجهات وعشان كده بنقول احنا بشتغل مع كل الوزرات وكل الجهات حتى الكنيسة والاوقاف ما سيبناهمش فيهم مدربين معتمدين للتوعية الشباب من اكتر الجهات والثقافة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم كل اللي بيشتغل ميداني على الارض والمجلس القوم المرأة او كل اللي شغالين في احتكاك مباشر مع الشباب والجمهور والأسر فهم بنضرب ونعتمد منهم مدربين توعية عشان بعد كده هم من نفسهم يقدموا الرسالة انا ما عنديش حاجة كوزار الدولة للهجرة باحتكرها واقول دي بتاعتي احنا بنخدم على كل الجهات ان هي تتمكن من التولز اللي تشتغل بيها في نطاق التوعية ونطاق توفير الفرص البديلة ومساعدة اهلنا في كل منطقة التعريف بصبل الهجرة الامنة يعني بتضمن كافة الحقوق القانونية ده اللي احنا لسه قايلين عليه كل صبل الهجرة او فرص الهجرة بنوفرها لهم وبنعلن عنها بنعلن عنها عندنا في الوزارة وبنعلن عنها في كل الجهات المعنية البداية الايجابية بنعمل برامج مع كل الوزارات والجهات ان يبقى فيه فرص عمل حقيقية والناس تشتغل فيها وفيه فرص يعني اخر حاجة عاملين حاجة بداية ديجيتل دي الف فرصة تدريب وتوظيف في مجال عشان شغل اللي هو ما بعد كورونا او الفيوتشر جوبس ودي مع برنامج الجزاء العالمي ومع الاكاديمية العربية برضو هنا في اسكندرية فعندنا الف فرصة مش تدريب بس تدريب ولو عايز رادة اعمال في المجالات دي اللي هي الايجوبس يحصل لغاية دعمه ويعمل مشروع كل ثلاثة او اربعة يعملوا المشروع مع بعض واندعمهم او توظيف في نفس مجال التدريب بتاعه بجانب وظائف حرفية ومهنية بنقدمها برضو من خلال المبادرة زي ما يقول احنا شغلين على كل دوت مع كل الناس دي وفي زيارات ميدانية بتتم وفيه برامج توعية وبرامج تدريب وتشغيل وبرامج تنمية مجتمعية ويمكن دي مع منظمة الهجرة الدولية بنشتغل عليها بقالنا سنين سواء في سهاج او في قصيوت وبنشارك فيها يعني ايه اختلافها انا بعمل برامج يشارك فيها الشباب والأسر لتنمية المجتمع بتاعهم وتوفير فرص عمل ليهم من خلال انه بينمي في المجتمع حاجات اللي هي في الصرف الصحي وفي دارة المخلفات وفي التمريد في الحاجات اللي هي مطلوبة داخل المجتمع والقرية بتاعته اللي هو عايش فيها وهي فرصة عمل في نفس الوقت يبقى بتحقق تنمية مجتمعية وبتحقق له فرصة عمل وتخليه ما يتوجهش للهجرة غير الشرعية ودي الشركة الاساسية معنا حملات التوعية ودي هنشوفها مع بعض بقى بالتفصيل طبعا يمكن هنا انا غطيت الجزئية دي في الشغل بتاعنا خلني اقول عملنا ايه ممكن عشان الدكتور ما يزعلش مني اجيبها اه بص اخر حاجة الكونكلوجين الغاية دلوقتي احنا شغالين من ديسمبر 2019 كان فيه الحملة الاعلامية وفيه اغنية رسمية للمبادرة الفنان محمد فؤاد احنا محققين 25 مليون مشاركة مش مشاهدة تمام يعني احنا فيه تفاعل وفيه الناس بيبدأ يبقى فيه كومنتس وبيبقى فيه تفاعل مع الفيديوهات المعروضة ومع فيه خمس فيديوهات التوعية مع الاغنية فيه عندنا اللي قلنا بنعمل مدربين توعية فمن خلال المبادرة فيه عندي 1925 مدرب مش طبعين للوزارة طبعين لوزارات تانية فيه تمن تلاف وتلتمية برامج التنمية المجتمعية برضو اللي اشارنا ليها عندنا تمن تلاف خمسمية تلاتة وستين في أثناء فترات اللي هو منع التجمعات عشان في دول الإجراءات الاحترازية كنا بنعمل أنشط التدريب عن بعض فكانت العداد أقل التنفيذها بشكل أقل شوية فكنا عاملين في خلال السنة دي 126 نشاط تدريبية عن بعض واللي منها الشغل بتاع بداية ديجيتل بنعملها أونلاين بس هي برضو بتحقق له النتيجة اللقاءات الجماعية دي كانت سيادة الوزيرة بتنزل في المحافظات بفوق عندنا حملة نزلة في الفيوم نزلة في كفر الشيخ نزلة في البحيرة نزلة في المينيا بيبقى فيها طبعاً المحافظة نفسها كمشارك أساسي السندوق الاجتماعي أو اللي هي الجهاز تنمية المشروعات وزارة التضامن الاجتماعي والجماعيات عندنا أربعين جماعية معالي الوزيرة كانت اختارتهم ووجهت بالمشاركة جزء من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب بتبقى معنا وزارة الكوة العاملة أي وزارة أو أي جهة أو رجل أعمال إحنا في الغربية كان معنا مستثمر مصري من أمريكا أشرف دوس عامل منطقة لوجستية في طنطا وقد أولوية لتوفير فرص العمل للشباب اللي هم من أهل الدلتة عشان الحد برضو من إجراء جارة الشرعية ودخلنا فيها العائدين من الخارج في ضوء أزم الكورونا اللي فقدوا أعمالهم في الدول العربية عددهم مش كبير بس برضو خدوا أولوية الأمور كلها متكاملة وإحنا فخرين جدا إن بيتم العمل بتكامل وبتنصيق وبترابط مع كل الجهات وأعتقد يعني يعني من ساعاتي إن كل الموجودين في القوة كجهات إحنا فيه شغل بيننا وبينهم وفيه تعاون مصبق فأنا بشكر حرككم جدا على إتاحة الفرصة ودكتور مصطفى تشرفنا جدا ودايما في توفيق ودايما يعني بنقول إن مكتبة الإسكندرية هي منارة الإسكندرية شكرا جزيلا شكرا جزيلا يعني شكرا جزيلا الدكتور صابر سليمان على هذا العرض الشيخ حقيقي والجميل وننتقل حاليا للمداخلة التالية للدكتور أحمد سعدة هو معاون وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل أهلي والشؤون الصحية وهو هيبني في الواقع كما ذكر لي على ما ذكرته معالي وزيرة التضامن ودكتور نيفين القباج حول بعض الأفكار العملية والمباشرة التي تقوم بها وزارة التضامن في عجالة سريعة أولا أنا معبر عن فخري وامتناني للدعوة الكريمة الدكتور مصطفى الفئي يعني أنا بشرف أن أنا وقف قدام حضرتك وبستمع دايما لكلامك والحاجات الكتير اللي هم تعلمها من حضرتك سيادة المحافظة اللواء محمد الشريف يعني شرف أننا موجودين في ضيافة حضرتك في الإسكندرية وده استكمال التعاون كبير ما بين وزارة التضامن الاجتماعي معالي للوزيرة الدكتور نيفين القباجي ووسيادتك ساعة السفيرة من إلا جبر يعني أولا شرف أن أنا أقبل حضرتك لأول مرة ده شرف لي ونتعلم من كافة الجود لحركة عملتها على مدار السنين اللي فاتت دكتورة ساحر السنباطي يعني أنا أولا أنا بفتخر أن حضرتك طبيبة أنا طبيب بشري ويعني شرف أننا بنأخذ خطوات حضرتك في الانتقال من مجرد علاج المرضى إلى علاج المجتمعات يعني ده حاجة بتوسع دائرة تأثيرنا كأطباء وبتخلينا كمان نحاول نحافظ على المرضى قبل ما يروحوا للمستشفيات فبنعمل تدخلات وقائية للمجتمع من الأمراض الممكن تأثر عليهم سيوروران ديبوك this is my pleasure to meet you for the third time we value our partnership between Moss and the IOM and we value and appreciate your efforts in Egypt in combating the regular migration and all various activities that IOM is doing أنا الحقيقة هركز على موضوعين موضوعين الحقيقة هم أحاول أضيف إلى الكلمات الثرية التي سبقتني وأنا ببقى سعيد دائما أن أنا ببقى جاي في الآخر وكنت أتمنى أن أكون بعد الدكتور ناصر كمان لأن كمية الطاقة الإيجابية التي أخذها من الكلمات بتساعدني أن أنا أنقل الطاقة دي لحضراتكم إحنا الحقيقة ما بيننا في وزارة الضامن الاجتماعي بموجب القانون 149 لسالة 2019 وإناطة القانون لوزارة الضامن الاجتماعي بتنظيم التطوع وده مدخل كبير جدا وزارة الضامن الاجتماعي بتركز عليه في عملية بث الأمل داخل نفوس الشباب الموجودين في المجتمع مشاركة الشباب في عملية التنمية وارتبطهم بأهداف التنمية على مستوى محلي الحقيقة أن ده بيربطهم بجدرهم اللي جوا المجتمع وبتخليهم أكثر ارتباطا وقدرة على أنهما يواجهوا النحرافات السلوكية واللي منها الحث أو خدعهم أن هما يهاجروا يهاجر غير شرعية وتمكن الشباب على مستوى المحليات على مستوى المجتمعات المحلية وأنا سعيد جدا أن أغلبية تلقاها النهاردة شباب ودي حاجة تفتح النفس أن إحنا وإحنا بنأكد على أن الشاب لابد أنه يشارك في كافة المبادرات سواء مبادرات الرئاسية مبادرة حياة كريمة الطريف المصري أو مبادرة مواطنة وعي الحقيقة أن ده رسالة من كافة أجهزة الدولة وخاصة وزارة الضامن الاجتماعي اللي أنا بشرف النهاردة أن أنا بمثلها إحنا بنقول أن كافة المشروعات التنموية لها مكان فيها مكان كبير جدا أن الشباب يشاركوا فيها وده الحقيقة المدخل بتاع وزارة الضامن الاجتماعي في إشراك الشباب والعمل على القضاء على الجذور المسببة إلى الهجرة غير الشرعية كلنا نعرف أن الهجرة غير الشرعية ليس سببها فقط المشاكل الاقتصادية لكن فيها مشاكل كتير ممكن نحلها عن طريق أن نحن ندي المساحة للشباب أنه يشتغل بأيديه داخل المشروعات التنموية وده الحقيقة نهج الدولة اللي أيمى عليه من خلال كافة المبادرات الرئاسية وكافة المبادرات التنموية الحكومة وده من نوجة نظر أنا الشخصية لأن أنا منوط بدعم العمل الأهلي وغيرها من الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها بزي قضايا التطوع داخل وزارة الضامن الاجتماعي هي ده الحاجات اللي احنا بنلمسها بشكل إيجابي في تغير سلوك الشباب من مجرد أن هم شباب مش عندوا قضية معينة بيشتغل عليها اللي هو يتحول إلى قيادة مجتمعية تحمل مجتمع على مستوى المحلي على مستوى الـ على الـ إن هو ما ينسقش وراء دعوات الهجرة غير الشرعية وإن هو يضمر حياته بإن هو ينسق وراء دعوة المهربين الحقيقة الجزء الثاني اللي أنا عايز أركز عليه هو منظور الشامل زي ما العهد الدولي للهجرة يتكلم عنه دور الدولة دور الحكومة ودور المجتمع وإزاي إن احنا كوزارة الضامن الاجتماعي نقدر نعمل حلقة الوصل ما بين دور الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وارتباط المنظمات الغير حقومية أو المؤسسات العمل الأهلي الموجودة في مصر واللي احنا بنعتبرها البيولوجيكا الارم الدراع اللي احنا بنشتغل به داخل العمل المجتمعي في توعية ولذلك احنا كافة المبادرات اللي بتقوم بيها الوزارة زي مبادرة وعي مشروع المواطنة وغيرها من المبادرات الخاصة برفع الوعي الخاصة بالمواطنين بنشتغل من خلال التعاون مع منظمات المجتمع الأهلي الحقيقة ان انا عايز اركز في كافة من خلال المبادرات للمعالي الوزيرة ذكرتها في الكلمة زي مبادرة وعي والمواطنة وغيرها كمان مشروع فرصة او برنامج فرصة اللي بيشتغل على تمكين الاقتصادي للمواطنين من خلال مجموعة من التدخلات اللي بتعمل على التوظيف الذاتي والتوظيف لدى الغير الحقيقة دي كمان بتشجع على ان احنا نحل القضايا نعالج القضايا الجذرية اللي بتسبب الهجرة غير الشرعية لكن في مجال احنا حابين نركز عليه الفترة الجاية وهو دمج العائدين من الهجرة غير الشرعية والدمج نقصد به الدمج الكريم والمستدام وده اللي مجال الجديد الوزارة التضامن الاجتماعي بدأت تركز عليه الفترة اللي فاتت تحت قيادة يعني اولا هي كانت مبادرة من معالي وزير التضامن الاجتماعي دكتور نيفين القباج بدعوة الاجتماع التنسيقي وتحولت هذه المبادرة الى تحت قيادة وزارة الخارجية وبالشراكة مع اللجنة والمجلس ووزارة الهجرة وغيرها من الشركاء الحكومين وكمان هنتوسع الى الشراكة مع مؤسسات المجتمع الاهلي الحقيقة ان احنا وحنا بنتكلم على موضوع الدمج احنا شايفين ان الدور وزارة التضامن الاجتماعي ليس فقط في معاملة الدمج العائدين من الهجرة بعد عودتهم لكن كمان من منظور ادارة للحالة من بداية التعرف على ان ده مهاجر يرغب في العودة الى ارض الوطن مفهوم الكيس مانجمنت او ادارة الحالة ونقصد بيها ان احنا بنتعامل مع الحالة بمنظور شامل منظور الاسرة بنراعي فيها خصوصية كل اسرة نصمم التدخلات التي ستسمح للعائد ان هو يندمج في المجتمع دمج حقيقي ومستدام بنراعي فيها الاطفال نراعي فيها الاحتياجات الخاصة او الاعاقة نراعي فيها الظروف الصحية والنفسية بنراعي فيها كل الظروف اللي المهاجر تعرض فيها تعرض ليها خلال فترة هجرته وبنراعي ده في استدامة عملية التدخلات الحقيقة احنا بنركز على الشراكة سواء الشراكة في يعني الرغبة في الشراكة ما بين الحكومة والحكومة تعاون الحكومي الحكومي ما بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومات الاخرى والشراكة ونؤكد على الملكية المصرية للملف الخاص بالعودة ونؤكد كمان على ان احنا لابد ان يكون عندنا طرق سليمة ومنضبطة لتبادل المعلومات وبنؤكد كمان على ان احنا دور المؤسسات المجتمع الاهلي في عملية الدمج المجتمعي احنا دايما بنأكد على ان احنا في عندنا جماعيات مؤهلة للعمل في عملية الدمج والعودة زي في عندنا مؤسسة مؤسسة صنار حقيقي موجودة وعندها جلسة بكرة اعتقد على البرنامج بنتكلم فيها على ان احنا عندنا برنامج قائم بالفعل على العودة وعادة الدمج وبنرعي فيها امكانيات المؤسسات اللي بتشتغل لكن كمان حابين ان احنا نتوسع من خلال مؤسسات العمل الاهلي الاخرى زي جمعية التنمية المجتمع المحلي المنتشر على كل مستوى الجمهورية ولا احنا بنعتبرها صاروة حقيقية بالنسبة لمصر احنا مفروض نستفيد بيها ونعظم الاثر منها هيا كمان بنشتغل على بناء القدرات سواء بناء القدرات الاشخاص اللي بيتعاملوا في ملف التعامل مع الهجرة غير الشرعية او دمج الكيس مناج منت او ادارة الحالة وكمان بنحافظ على تبادل المعلومات مع الجهات المعنية فيما يخص العودة وكيفية التعامل المحوكم فيما يخص موضوع العودة وعادة الدمج الحقيقة انا مش عايز اطول على حضراتكم انا الرسالة اللي انا عايز اكد عليها ان ملف التطوع احد اهم الملفات اللي احنا ممكن نركز عليها الفترة الجاية وكانت وزارة النوم الاجتماعي وما زالت بالتعامل مع الشركاء في العمل من الجهات الحكومية وغيرها من موسطات المجتمع الاهلي بنركز علينا تطوع باب كبير جدا جدا لحماية الشباب والاجيال القادمة من الانحرافات السلوكية الحاجة التانية اللي احنا بنأكد عليها ان العودة الكريمة والمستدامة واحدة من اهم اولوياتنا خلال الفترة الجاية واللي احنا نشتغل فيها مع كافة الشركاء ونفتخر بذلك شكرا جزيلا شكرا للدكتور احمد سعدة على هذا العرض المتميز حقيقي والاستكمل به الكلمة ذكرتها معالي الوزيرة ننتقل الى اخر المتحدثين الدكتور ناصر مسلم وهو مدير عام التنمية بالمجلس القوم للطفولة والامومة واحد الخبراء المتميزين حقيقي في ملف الاطفال غير المصحوبين وده احد المشكلات الكبرى في الهجرة غير الشرعية وهو خبير تنموي واشتغل في ملفات كثيرة واعرفه منذ سنوات طويلة يعني فأهلا وسهلا دكتور ناصر شكرا جزيلا على التأديم مساء الخير على حضرتكو جميعا طبعا سعدة بلغة ان نلتقي في هذا المؤتمر الهام بحضور مع الوزير المحافظ والشكر كل الشكر للمفكر العظيم والكبير الدكتور بصفة الفئي وبحضور طبعا أستاذتنا الجليلة معالي السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والدعم الكبير اللي يقدم من سيادة الأمين العام معالي الدكتورة صحر الصنباطي وترحيب أيضا بأسيد لوران دي بوك مدير منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة وهو أحد الداعمين وأحد الشركاء الأساسيين للمجلس القوم للطفولة والأمومة في تنفيذ العديد من الأنشطة ومنذ فترة طويلة وإلى الآن يعني أنا مش هطول على حضرتكم أنا هتكلم على دور المجلس القوم للطفولة والأمومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال هذه القضية هي بتعتبر قضية أهمة جدا لأن قضية الهجرة غير الشرعية للأطفال لم تظهر منذ زمن طويل ولكنها ظهرت سنة 2009 على وجه القصوص نتيجة تعديل تشريعي كان تعديل تشريعي تم على قانون الهجرة الإيطالي كان هناك نص أضيف إلى قانون الهجرة الإيطالي أن كل طفح قاسر تطئ أقدام الأراضي الإيطالية هو في رعاية الحكومة الإيطالية كان هذا النص في تعديل القانون الهجرة الإيطالي هو يعني لن أقول باب الجحيم الذي فتحه لكي يتم تصدير الهجرة غير الشرعية من كف الدول العالم إلى إيطاليا هذا القانون عندما صدر سنة 2009 كان هناك سماسرة الهجرة سماسرة الهجرة كانوا يعني استغلوا هذا القانون أبشى استغلال وكان المهاجر غير الشرع الطفل في ذلك الوقت عام 2009 كان يدفع للسمصار لكي يذهب إلى إيطاليا على واجل خصوص مبلغ يتراوح من 20 إلى 30 ألف جنيه تحول هذا المبلغ في هذه الفترة من 80 إلى 120 ألف جنيه لأن كما ذكرت معالي السفيرة أن الهجرة غير الشرعية من مصر أصبحت زيرو أو قد تقتربنا الزيرو ولكن هناك المسار الآخر والمنفذ الآخر وهو الذهاب إلى ليبيا ومن ليبيا إلى إيطاليا لإذن في سرط في إيطاليا مقابل لها كلابريا سرط في ليبيا المقابل لها كلابريا في إيطاليا هي مسافة بسيطة جدا فعملية الهجرة غير الشرعية الآن أصبحت تتخذ مسارات أخرى ويمكن حضراتكم كان هناك قضية كانت وردت إلى خط نجد الطفل بالمجلس القام للطفولة والأمومة منذ أسبوع أن هناك أطفال مهاجرين هجرة غير شرعية ضم ضبطهم على منفذ السلوم وتمت إجراءات تسليمهم وعوداتهم مرة أخرى إلى مصر حضراتكم يعني لكي أذكر كما ذكرت معالي السفيرة أن هناك خريطة للهجرة غير الشرعية أو للأماكن المصدرة للهجرة غير الشرعية خاصة للأطفال هذه الخريطة بتتركز في مجموعة من المحافظات بتتصدرها محافظة الفيوم ومحافظة الفيوم خاصة قرية اسمها قرية تاتون مركز إطصف الفيوم تليها الغربية في قرية اسمها قفر كلا الباب في مركز السنطة في محافظة الغربية قفر الشيخ هنا كانت مكان للتصدير ومكان للهجرة غير الشرعية نظراً لوجود مجموعة كرة وهي تسمى مجموعة كرة مطوبس اللي هي كرة الجزيرة الخضراء والسكري وبرج مهيزل أسيوت كان هناك أبنوب مركز أبنوب كان من المراكز المصدرة للهجرة غير الشرعية للأطفال وحالية قرية بوشا البحيرة أيضاً كان هناك مجموعة من القرى في مجموعة من المراكز كانت كوم زمران في الدلينجات كان رشيد وبرج رشيد إضافة إلى قرية تسمى قفر العيس في مركز كوم حمادة الدأهلية كان هناك قريتين من كبار القرى التي تصدر الهجرة غير الشرعية هي مئة الغرأة اللي حالياً مئة القرمة مركز صلخة وقرية أخرى اسمها شبرة سندي في مركز استنبلوين والشرقية في مركز أمينيا الأمن هذه المحافظات وهذه القرى هي الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية للأطفال نعم فان التفصيل مع له الدكتور هنا يعني حضرتك الهجرة غير الشرعية هي هجرة عنقودية يعني حضرتك بيروح هذه اللي بيروح بيبدأ ياخد السلسلة معها على طول فحضرتك يمكن كان قرية تطون وأنا عملت فيها الفترة طويلة جداً وما زلت أعمل في محافظة الفيوم في تنمية القرى هناك من خلال برنامج يكتم التعاون الإيطالي في تنمية خمسين قرية كان هناك الهجرة غير الشرعية بدأت في منتصف التمانينات في قرية تطون بالفيوم من خلال ثلاث أفراد ذهبوا إلى ألبانيا ومن ألبانيا تم دخولهم إلى إيطاليا الثلاث أفراد دول خدوا تقريباً ما يقارب نصف القرية من الشباب والأطفال يعني حضرتك المتابعة يعني في قرية كفر كلا الباب في الصنطة في الغربية فأثناء إجراء الدراسة اللي بتتم في دراسة الحالات لكي يتم عودة الأطفال عودة طوعية كنا نشوف كلهم أن معظمهم من عائلة واحدة أو من عائلة تم نسب مع عائلات أخرى وص مصر بدأت تستغل هذا الأمر حضرتك إحنا كان يعني الأطفال غير المصحوبين دول مضمونين جداً عندما يذهب لن يعود فبالتالي سعر هجرته بتكون أعلى بل أضعاف سعر المهاجر الشاب لأن هذا المهاجر الطفل عندما يذهب إلى الأراضي الإيطالية خاصةً لن يعود ويمكن كان في زيارة برئاسة معالي السفيرة أنا إلى غبر ومجموعة من الأعضاء اللجنة وذهبنا لزيارة الملاجئ اللي وضع فيها هذه الأطفال ويمكن معالي السفيرة رأت وكلنا رأينا كأعضاء اللجنة ما يفعل هؤلاء الأطفال على مشرفيهم يعني الأطفال بيتحول نتيجة هذا الرحلة الطويلة ونتيجة عدم وجود أباقهم معاهم أنهم بيتحولوا إلى أطفال شريسين حتى مع الأخصائيين الاجتماعيين اللي بيتعابلوا معاهم داخل دور الإيواء يمكن حضراتك كان معالي السفيرة في الزيارة كان طفل يريد العودة بل أن الأطفال كانوا عوزين يحرقهم الشالد البلجة لكي يعودوا المأساة هنا عندما تبقى للقانون الإيطالي أن الطفل عندما تطع أقدامه الأراضي الإيطالية يذهب القانون الإيطالي به إلى نيابة الأحداث نيابة الأحداث لكي تحكم بإداعه داخل دار الإيواء لابد أن تنزع ولايته من أسرته في مصر لكي يعود عوضة طوعية وله الحق في أن يعود عوضة طوعية لابد أن تأتي من السفارة المصرية أو القدسولية المصرية في بيلانو أو السفارة المصرية في روما إلى مكتب نائم مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين والإتجار في البشر الذي يرسل بدوره إلى المجلس القاوم للطفولة والأمومة لأن المجلس القاوم للطفولة والأمومة تبقى للقانون 82 ساعة 2016 هو الولي على هؤلاء الأطفال القاسرين لكي يعود عوضة طوعية عندما نذهب وأنا كنت أذهب بنفسي مع زملائي لمناقشة الأهالي حتى نحصل على موافقتهم لكي يعودوا كان معظم الأهالي بيرفضوا بل أني تعرضت لأحد المساومات من أسر الطفل إدفاع اللي دفعته وأنا أرجعه يعني إدفاع اللي دفعته وأنا أرجعه فحضرتك النهاردة لو جينا شفنا إيه اللي بيعملوا المجلس القاوم للطفولة والأمومة بنيجي نتكلم على هناك إطار تشريعي هذا الإطار التشريعي كان هو قانون الطفل المصر رقم 12 ساعة 96 والمعدل بـ 126 ساعة 2008 والذي يدص في المادة 96 منه على ما هم الأطفال المعرضين للخطر تم إدراج قضية الهجرة غير الشرعية للأطفال أو مشكلة الهجرة غير الشرعية للأطفال أنها تم إدراجها في حالات الطفل المعرض للخطر ويبدأ هنا يعني معاقبة الأب ولكنها ليست عقوبة قاسية على أنه عرض الطفل للخطر وأيضا كان هناك الجزء الآخر من الإطار التشريعي اللي هو صدر في القانون 82 ساعة 2016 أن في المادة 3 والشكر كل الشكر للمعالي السفيرة على أنها أدرجة هذه المادة وفي اللايحة التنفيذية على مجموعة الإجراءات أن المجلس القام للطفولة والأمومة يعد ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا يمكن المصطلح الدولي المتعارف عليه دائما هو مصطلح القصر غير المصحوبين ولكننا في مصر هنا أدرجنا كلمة الأطفال غير المصحوبين لأن القاصر في مصر هو من يبلغ سنه 21 سنة ولكن في دول أوروبا خاصة إيطاليا هو تتساوى سن الطفل القاصر مع سن الطفولة 18 فأصبحنا نسميهم في مصر الأطفال غير المصحوبين حضرتك يمكن استعرض مع المستشار أحمد عثمان ومن سبقوني في الحديث عن ما جاء في القانون 82 سنة 2016 ولكن لن أستعرض هذا الأمر إلا في نقطة وحيدة أنها عندما يضبط يضبط يعني هو يتم تطبيق أقصى عقوبة على المهرب إذا ضبط على المركب نساء أو أطفال أو عديم أهلية أو ذوي أعاقة يعني وجود طفلة على المركبة الناقلة أو المركب أو على المهرب يحكم عليه بأقصى عقوبة إذا وجد طفل أو سيدة أو معاق أو عديم الأهلية ولن أستعرض ما جاء في القانون نظرا لمن سبقوني استعرضوا هذا الأمر يمكن عندنا جهود اشتغلنا عليها في المجلس القام للطفولة الأمومة ولن أطلع لحضراتكم يمكن حضراتكم كان لنا شراكة مع وزارة العمل وسياسات الاجتماعية الإيطالية كان في البداية عندما رصدنا المشكلات التي ترد وكانت محافظة الفيوم هي الأكثر تصديرا للأطفال المهاجرين بدأنا عملنا دراسة على الأطفال على أسر الأطفال كان كل الأطفال عاوزين نشتغل في مجال السياحة بدأنا في التعاون مع وزارة العمل وسياسات الاجتماعية الإيطالية على تطوير المدرسة الفندقية بالفيوم وتحولها إلى مدرسة ممثلة لمدرسة إلنا كورنارو في فينيسيا في إيطاليا وهي المدرسة الأولى في المجال الفندقة في إيطاليا بدأنا نشتغل على التطوير بدأنا نشتغل على تطوير المباني بدأنا نشتغل على تطوير المنهج التعليمي بدأنا نشتغل على المدرس ذاته أصبحت اللغة الإيطالية هي لغة التدريس الثانية واللغة الإنجليزية والفرنسية أصبحت اللغة الثالثة والرابعة للتدريس تم تعديل مناهج المدرسة تماما كما يتم تطبقها في مدرسة إلنا كورنارو في إيطاليا تم تحويل المدرسة من نظام الثلاث سنوات إلى نظام الخمس سنوات الثلاث سنوات تتيح له الحصول على دبلوم والخمس سنوات تتيح له الحصول على مؤهل فوق المتوسط يلحقوا بالتعليم الجامعي في مصر ومن الممكن أن يلحقوا بالتعليم الجامعي في إيطاليا تم تسليم هذه المدرسة لوزارة ترباء التعليم سنة 2014 ويمكن معالي السفيرة كانت في الزيارة للمدرسة معالي الدكتورة سعر كانت زيارة للمدرسة في هذا التوقيت في فضلات زمنية مؤخرا المدرسة تحتاج إلى تطوير ونعمل حاليا من خلال المجلس القوم للطفولة والأمومة من خلال منحة مقدمة من مكتب التعوني لطالب القاهرة على عادة المدرسة إلى سابق أحدا كان لدينا أيضاً ذكرت معالي السفيرة نقطة ههمة جداً أن هؤلاء الأطفال دائماً متسربين من التعليم سواء كان الإعدادي أو الثانوي الفني فبدأنا نطور مدرسة في قرية ديمو في محافظة الفيوم على غرار الدومبوسكو فأصبحت هذه المدرسة هي مدرسة جاذبة لأن حضراتك إحنا ما بدينا نشتغل حضراتكم ما بدينا نشتغل في مجال التوعية التوعية إذا لم يعقبها تدخل لن يكون لها النتيجة بدأنا نشتغل في مجال التوعية نشتغل على الأباء نشتغل مع الأمهات نشتغل على القيادات الطبيعية نشتغل على الأطفال ذاتهم داخل مدارس يمكن كان لدينا مصطلح مهم جداً ذكر لي من أحد الأطفال وقلت في قرية شوبرا سندي في محافظة الأليوبية قال لي يا أستاذ لعلوا قدامك دول كلهم هياجرهم فأطلقنا مصطرح هؤلاء الأطفال أن هؤلاء هم البهاجرين المحتملين الذي يجب أن نعمل عليهم في مجال التوعية يمكن معالي السفيرة بنفسها ذهبت في مؤتمر جماهيري كان في مطوب استاذ زكاري معالي السفيرة في قفر الشيق وحضر أمامها عدد كبير جداً من الأطفال والقيادات الطبيعية والقيادات المجتمعية والمؤثرين في مجال هجرة غير الشرعية بل أن أحد المهربين كان موجود في هذا الاجتماع وكانت نتيجته كانت النتيجة بتاعة هذا المؤتمر نتيجة هذا المؤتمر كانت نتيجة جيدة جداً أننا قلنا للمجتمع أنه عندكم مشكلة لأن الإشكالية عندما نوعي المجتمع بقضايا الهجرة غير الشرعية المجتمع لا يدرك أنها مشكلة المجتمع يرى أنها عادي جداً يعني أنتم جايين تواعون عن إيه الولاد بسافرين دور رح يجيبوا فلوس المأساة القبرى أن هؤلاء الأطفال غير موهلين للعمل داخل مصر لأنه لا يملك المهارة اللغة لا يملك مهارة العمل لا يملك البنية التي تؤهره العمل خارج مصر ولا تؤهره العمل داخل مصر فبالتالي هؤلاء الأطفال عندما يذهبوا للعمل داخل إيطاليا لا يعملوا إلا في مهن وأنا أحط بس تحتها عشرين خط كده عشان ندرك أنها مهن غير أخلاق حضراتكم حتى لأطيل يعني إحنا بدأنا نشتغل على نقطة مهمة جداً وهي عودة الأطفال التوعية العودة التوعية للأطفال من أهم الأنشطة التي تمارس من خلال المجلس القوامل للطفولة والأمومة من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة للهجرة غير الشرعات الجرف البشر من خلال وزارة الخارجية من خلال مكتب نائب وسعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين والإتجار في البشر والسفارات المصرية خارج مصر ونواجه صعوبة كبيرة جداً في عملية العودة التوعية العودة التوعية نواجه في صعوبة كبيرة جداً الصعوبة تكمن في عدم اقتناع الأهالي بعودة أولادهم مرة أخرى يعني من ضمن الأطفال اللي كنت بشتغل عليها عودة توعية وكان في قاري اسمها موشف أسيو أبو قال لي الولد بشتغل رجل أعبال في إيطاليا الولد ده عنده كم سنة؟ 16 سنة مهاجر بقاله قد إيه مهاجر بقاله سنتين المجتمع لا يدرك أن الأموال التي تأتي لهذه الأسرة من أين تأتي هذه الأموال يعني هو مش مدرك الفلوس بيقول له منين أن ابنه لا يملك مهارة لا يملك مهارة اللغة ولا يملك مهارة العمل ولا يملك البنية الجسمانية التي تؤهره العمل داخل هذا المكان ولا يدرك أن ابنه قد يمتهن مهنة غير أخلاقية داخل إيطاليا فحضرتك يمكن حضرتك إحنا جلنا خلال السنتين اللي فاتهم كان بالعمل مع طبعا المنظمة الدولة للهجرة حوالي 120 طفل كانت أعمارهم بتطوح من 12 إلى 17 سنة اللي وافق من المئة وعشرين أربعين أسرة وفقت فقط على عودة أولادهم إلى مصر مرة أخرى وبنشتغل مع المنظمة الدولة للهجرة نشتغل مع صندوق الاجتماع للتنمية الذي أصبح الآن جهاز تنمية المشروعات السجرة ومطنيات الصغر بنبتدن يشتغل على عدد دمجهم داخل المدارس اللي أقل من 15 سنة يعاد الحق بالتعليم العام ومن هو فوق 15 سنة بيخش في المدارس الصديقة للطفل أو المدارس المجتمعية عندنا هنا يعني صدر المجلس القوم للطفولة والأمومة بتعاون مع اللجنة الواطنية التنسيقية لمكافحة اللجنة غير الشرعية وكافة الشركاء على دليل إجراءي للعمل مع الأطفال ملتمس اللجوء وضحايا جريمتين الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر الوضع مجموعة من الآليات والإجراءات التي تعمل عليها كافة الهيئات لكيفية العمل على رصد وإدارة حالة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين لخطر الهجرة غير الشرعية من خلال لجان حماية الطفولة التي نص عليها في القادون 1296 المعدل بالقانون 126 سنة 2008 والتي تعد لجان راصدة للمشكلات التي يعاني منها الأطفال داخل جميع محافظات مصر وجميع مراكز مصر فبدأنا ندرب أعضاء لجان الحماية على الدليل الإجراءي ده ونشكر ساعة السفيرة شكرا جزيلا واللجن الوطنية التنسيقية على إدراج هذا الدليل ضمن الخطة الوطنية التي أشرت إليها معالي السفيرة لكي يتم تدريب أعضاء لجان الحماية العامة والفرعية على رصد هذه المشكلات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال في الشغل بتاع عملية التوعية نشتغل على ثلاث محاور في التوعية نشتغل على القيادات الطبيعية المؤثرة داخل المجتمع نشتغل على الإجتماعيين داخل المدارس والجماعات الأهلية نشتغل على الأطفال ذاتهم وحتى لا أطيل على حضراتكم نعرف إن الوقت أذف لكن متواجهنا مجموعة من التحديات هذكرها لحضراتكم وأختتم العرض أن هناك ثقافة داعمة للهجرة غير الشرعية داخل محافظات التصدير للهجرة غير الشرعية الثقافة هنا ثقافة داعمة لمفهوم الهجرة خصوصاً هجرة الأطفال لأنه يرى أن هذا الطفل هو من سيأتي بالخير إلى هذه الأسرة يعني فيها حاجة كده دعابة وهي يعني موقف حدث أثناء كنت بشتغل عملية تعيق أنا وزملاء ابن المجلس القوم لطفولة الأمومة كنا في قرية كفر كلا الباب في الصنطة في محافظة الغربية وكان يوم اتنين يعني الافرح دايماً بتكون يوم الخميس فجأنا وإحنا شغالين زغريت بتنتشر داخل القرية فقل دا في إيه يعني معروض فرح جماعة هيحصل فسألنا الزغريت دا ليه قالوا الحمد لله جالنا اتصال دلوقتي المركب وصلت كان الكلام دا من حوالي أربع سنين المركب وصلت مركب يا جماعة قالوا المركب اللي عليها الولاد وصلت إيطاليا الحمد لله فكل ناس بتزغرت يعني فحضرتك دي أصبحت ثقافة داعمة للهجرة غير الشرعية لأن من وجهة نظرهم أن هذه الهجرة هي المستقبل أفضل لهم أولادهم الشيء الثاني اللي بيواجهنا وما زالي وجهنا للآن عدم اقتناء أولياء الأبور بعودة أولادهم لأنه من وجهة نظرهم أن أولادهم حال عدم عودتهم سيحصلون على إقامة دائمة حاليا في القوانين الإيطالية التي تم تعديلها كان قبل كده أن الطفل عندما يبلغ 18 سنة يبدأ استخراج أوراق إقامته داخل إيطاليا بعد تعديل القانون لابد لأن الطفل عندما يودع داخل در الأواء ومعالي السفيرة يعني شافت هذا الأمر عندما كانت ترقص الوفدة اللي في سفر إيطاليا اللي تفقد أحوال هؤلاء الأطفال داخل الملاجئ أن الطفل عندما يودع دار الإيواء لابد أن يلحق بمدرسة والمدرسة تعلمه اللغة الإيطالية والمهارات الحياتية حتى يكون عضو داخل المجتمع الأولاد بيهربوا لأنه لم يذهب لن يذهب للتعلم ولا التعليم وإنما يذهب لأشياء أخرى القانون الإيطالي حاليا لكي يعطي الإقامة لابد أن يكون هناك اختار من الدار أن هذا الطفل مقيم مدة لا تقل عن خمس سنوات منذ وصوله حتى يتم دمجه داخل المجتمع الإيطالي تكرار الأطفال لمحاولة الهجرة مرة أخرى بعد عودتهم بدعم من الأسرة يعني في حالات كانت بنرجعهم عودة طوائية وبيسجل على سجلات خط نجدة الطفل في المجلس القوم للطفولة الأمومة ونفوج يعني نرى فجأة أن دهولاء الأطفال بعد سنة نفس الأسماء مقررة الأسرة تدعم الطفل العودة مرة أخرى عدم توفر برامج إعلامية تروجية لمخاطر الهجرة غير الشرعية دي مهم جدا هذه النقطة عدم توفر برامج إعلامية تروجية لمخاطر الهجرة غير الشرعية الدولة تعمل كل جهات الدولة تعمل وقد يكون هناك برنامج إعلامي هذا البرنامج الإعلامي خطورته الشديدة أنه يروج لخطورة الهجرة غير الشرعية أحد البرامج التلفزيونية في أحد القنوات جاء بي شاب مصري من قرية تطوم بالفيوم متزوج من إيطاليا أنا أعرف هذا الشاب جيدا يعني عارفه كواس قوي وعرف زوجته كواس قوي وأعرف أله كواس قوي طلع هذا البرنامج من خلال السوشيال ميديا من خلال هذا البرنامج المشاهد وهذا الشاب اللي أنا أعلم علم اليقين من هو وكيف أتزوج ومن هي زوجته يروج أن الإيطالية التي جاءت إلى مصر وهتعيش داخل قرية وبتخبز العيش وبتعمل في الفرن طبعا الشاب لما يشوفوا هذا الكلام هو شاف المشهد الخارجي ولا يرى موراء ذلك هذا البرنامج من وجهة نظري ينسف كل ما تقوم بأجهزة الدولة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية هنا عدم توفر برامج إعلامية تروجية لمخاطر الهجرة غير الشرعية وفي نقطة مهمة جدا هنا بتواجهنا الاعتماد على المنظمات الدولية بشكل أساسي في عملية العودة الطوعية تتمنى أن يكون هناك جهود من الدولة في عملية العودة الطوعية لن أزيد عن ذلك وأشكركم جدا على استماعاتكم وأشكر حضركم شكرا جزيلا الدكتور ناصر المسلم على هذا العرض الشيخ في الواقع هذه الجلسة كانت جلسة دسمة جدا تناولنا موضوع الهجرة غير الشرعية من زوايا مختلفة وهذا يثبت ما ذكره في الجلسة الافتتاحية أنها قضية إخليمية ومحلية أنها قضية فيها بعد تنموي وفيها بعد قانوني وفيها بعد إنساني وفيها بعد يتعلق بالتنمية أن القضية ليست فقط القانون ولكن هناك الوعي وتطبيق القانون أن مسألة مشاركة الشباب مسألة أسية مسألة التنمية في قدرات هؤلاء الشباب مسألة أسية مسألة أيضا تأهيل العائدين تعد إشكالية كبرى أيضا ومسألة عودتهم أيضا هي إشكالية الحديث أيضا حول موضوع تغير جلد هذه الجريمة دي مسألة كبيرة جدا يعني الجريمة من مركب ورقي في البحر إلى جرائم أكثر تعقيدا منظمة بتزوير أوراق إلى آخره مثلما استمعنا إلى المداخلة الخاصة بجهود الرقابة الإدرية الحديث أيضا حول الشبكات العنقودية ورأس المال الاجتماعي والترويج لمسألة الهجرة على مستوى القرى دي مسألة كبيرة الأسرة المتواطئة والأسرة الوعية دي مسألة أيضا تؤخص بالاعتبار المسألة فعلا معقدة ليست أقلها قضية التعليم والتدريب وهي دائما أبدا نبدأ وننتهي عندها جميع المشاكل تبدأ بالتعليم وجميع المشاكل تنتهي بالتعليم أنا أشكركم فعلا كل المتحدثين على هذه الجلسة الضافية وبكرة في بعض الإنعكاسات لكلامة لذكر في تجارب لجمعيات أهلية من هذه القرى وفي أيضا تجارب دولية هنطلع عليها ونستمع إلى المداخرة التي كنا نود أن نستمع عليها في البداية من معالي المحافظ السيايد اللواء محمد الشريف وشكرا جزيلا لحضركم بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ الدكتور مصطفى الفئي السفيرة نائلة جبر الدكتورة صحر السنباطي ميسيو لوران رئيس بقسة المنظمة الدولية للهجرة الأخوة الأفاضل المنصة الكريمة الزملاء العزاء رجال الرقابة الإدرية أولا بعتذر عن التأخير لظروف اللقاء مع سيد رئيس الوزراء في مجلس المحافظين وده اللي أخرني فمعليش كان المفروض أن نقول الكلمة في الأول لكن بقت الختام ربما شاء حظي أن ملف الهجرة الغير شرعية أتابعه وأنا مديرا للأمن الوطني في الإسكندرية ثم شاء الحظ أيضا أن أتابعه برضو وأنا مدير أمن والمرة الثالثة بقى وأنا قاعد وقف قدامك هو بتكلم عنه وبتابع كل مشاكل المحافظات الساحلية ربما في الأول كنت بتابعه من خلال معلومات سرية بنتبعها كأمن الوطني عن شبكات المافيا المسؤولة عن الهجرة الغير شرعية ثم وأنا مدير أمن بتابع بقى بتجيني المعلومات من الأمن الوطني فكنت بتابع عمليات الضبط لهذه العناصر ما تخيلوش الموقف كان إيه وصعوبته كانت قد إيه والملايين اللي بيتكسبها مافيا الهجرة الغير شرعية قد إيه سواء كانت عندنا هنا أو في دول أوروبا قبل ما يجي يمكن كان في حديث مع بعض الأجهزة الرقابية بس ألهم أخبار الهجرة غير شرعية هي أنا سايب أمن الدولة من أربع سنين أو كم سنين فقالوا لي تكاد تكون صفر وهي الهجرة الخاصة من خلال المراكب أو البحر كنت أتمنى أسمع الكلمات في بداية اللقاء لكن للأسف فسمعت الأحاديث الأخيرة كلام علمي جميل رائع دراسات أبحاث كلام حلو جدا لكن زي ما بنقول اتعاملنا معاه على أرض الواقع من منطلق أمني الأمن قفل الأبواب مش بدفع عن الأمن قفل الأبواب وقفل الشبكات وظبط العناصر فأصبح الوسيلة اللي بيهربوا بيها مش موجودة لكن جوه فكر وعقل الطفلة أو الصبي أو الشاب اللي عاوز يهاجر هاجرة غير شرعية الفكرة موجودة ولا مش موجودة موجودة بس ما فيش عفوا خلوني أتكلم بشكل أمن شوية وشكل بسيط غير الشكل العلمي بتاعكم شكل رائع شكل علمي ملقيش الحاجة اللي يقدر يسافر بيها أو نقول ملقيش العدل إنه هو يقدر يسافر فبناء نعلي قفلنا طيب لو إحنا فكرنا جت وانا قاعد دلوقتي بسمع الحديث كل الإجراءات اللي بتعملها الوزرات دي متضامنة إجراءات رائعة ونزلوا القرى وشافوا بنفسهم وشافوا الناس وهي بتقول آه حصفروا ممكن يموت لأه حصفروا هلا ده ده في حاجة هنا هل هو المال بس طب تعالوا نشوفوا الإعلام عندنا شبه لنا ده إزاي معلش ممكن نبتسم شوية نضحك هو كل واحد شاب مسافر فاكر نفسه النمر الأسود أحمد زكي ورايح حيلاقي وفاء سلم وفي نهاية الفيلم رجل أعمال تربيزة تربيزة فيها قاعد اجتماعات وقاعد بقى خلاص بقى كل واحد لما بيشوف الفيلم ده أكيد عاوزي هاجر كل دول شباب مراقين كل واحد منتظر متهيقلو حيوصل حدود أسبانيا ولا إيطاليا حيلاقي البنت البيضة المشعرة أصفر اللي يبسى شورت من السنية دي حقيقة وده أرض واقع واللي يختلف معايا قولي والشغل بالساعة وبتعده بكل حاجة لأ طب انت قدرت يا إعلام أو الوزارات متحدة مع بعض تخرجلي فيلم جديد زي فيلم النمر الأسود بس العكس تصورلي عذابه في رحلة الهجرة في البحر والخطر وبعد كده يوصل هناك يتقبض عليه يقعد في الحجز لمدة شهر ولا شهرين يعاني الأمرين ويرجع خيب الوفاض اعمل لي فيلم زي ده هتلاقي خمسين في المية من المهاجرين مش عالزين يهاجروا بيفوق لنفسهم ده جزء على فاكرة أنا بتكلم من أرض الواقع من الشارع كرجل أمن لا رجل سياسي ولا محافظ ولا أنا بتكلم من أرض الواقع اللي احنا كنا بنعاني منه طيب ايه اللي تحمله الدولة يساعد زي ما احنا بنقول فيلم بالعكس يساعد الشباب ده والله العظيم كل ما فعله سيادة الرئيس كان لصالح ده خدت بالكم من المبادرات اللي اتعملت بدءا من سكن كريم وحياة كريمة ومشروعك وكل المبادرات اللي دخل فيها الشباب ده كله في منظومة المجتمع هو ده اللي خلى النسبة عندنا قلت جدا آه لازال فيه غيروا الوصف التفصيلي بدل ما هو كان بحر بقى جو بقى بشكل تاني بتزوير أوراق وضرب أوراق لكن العدد ايه قل جدا بقى عشان يهرب وهجرة غير شرعية مضطر يروح ليبيا المغرب يا تونس عشان يهرب من هناك لأنه ما قدرش يهرب من مصر الوقت مش كافي عشان أتكلم أقول لكم احنا قفلنا المنافذ بتاعة البحر ازاي كأمن وأمن وطني يعني أمن وطني ومدريت أمن وبتكلم على مستوى السكندرية مش بتكلم على مستوى الجمهورية لأن ده أرض واقع أنا عايشته وعصرته لو تشوفوا البيوت اللي في مناطق كلها على البحر اللي بيخزنوا فيها بالتلاتين واربعين وخمسين شاب لمدة أسبوع لغاية ما المركب تتحرك منظومة كلها مافيا مافيا من أجل التكسب المال الهجرة غير شعية الظاهرة خطيرة جدا يعني بتهدد شباب أي دولة الحقيقة يعني مكتبة اسكندرية منارة للفنون والثقافة والعلوم والعلوم وشهادة حق من يوم ما جه الدكتور المصطف الفئي تزود أنوارها وإضاءتها بشكل رائع واللي بيخليني أقول كلام ده أن المؤتمر ده مؤتمر رائع بيناقش الظاهرة من أخطر الظواهر اللي موجودة على مستوى الدول العربية في الوقت الحالي مش هتكلم على دول أفراقية فكان لابد من نقشتها كنت بقول يكاد يكون أو نقترب من الصفر عملية الهجرة الغير شرعية خاصة عن طريق البحر لكن الظاهرة ممكن تتجدد تاني وتيجي تاني وتلعب في دماغ الشباب تاني لأنها موجودة ممشتش من دماغ الشباب هي موجودة بس اللي منحهم الأمن وعدم فتح المنافذ أتمنى طبعا الساعة ستة ونص ولا السبعة لتلت كلكم جوعتم أتمنى المؤتمر الرائع ده يخرج بتوصيات مفيدة لنا كلنا كأمن كوزارات كرجال سياسة أن نحن نخرج إزاي نقضي على الظاهرة دي بشكل علمي وبشكل على أرض الواقع مؤتمرات رائعة دكتور مصطفة اللي فيه بيشرفنا بيها مش هوطيل في الحديث لأن كل جملة من الجمل اللي أنا قلتها ممكن نتكلم فيه ساعة أو ساعتين خالص حياتة لكم أهلا بكم كلكم جميعا على أرض اسكندرية العاصمة الثانية لمصر بنرحب بيكم في كل وقت وكل سنة طيبين السلام عليكم اشتركوا في القناة